والمناسبة عيد ولا نريد أن نحزن مزيد حزن في القلب ما يكفي من الحزن نريد أن نبحث عن فرجة للفرحة إن كان ثمت إمكان أيها الإخوة سأعيد عليكم قصة رجل صالح عرفت أن الله تبارك وتعالى عودني الله أنه يحيي قلبي كلما ذكرت كلما ذكرت أكافأ مباشرة بنوع من حياة القلب وأنا أشهد الله على هذا وهذا من قوة سره ومن عظم صدقه في زمن قل فيه الصادقون ولا ينعدمون بفضل الله لكنهم أصبحوا قلة مستوحشا ذكرته في الخطبة الأخيرة مولانا شيخ الإسلام بدر الدين الحسني قدس الله سره الكريم الولي ماذا أسمي؟ الكون الوسيع في ولايته وعرفانه ومعرفته وتواضعه وحبه لله والخلق أعجوب هذا شفعه الله فينا يوم القيامة أعجوب والله الذي لا إله إلا هو كان محبا لخلق الله من حيث أتوا من حيث أتوا فكيف بأهل الملة والتوحيد والدين كيف بأهل الملة والتوحيد لم يكن يقتر على أن يصفر وجه مسلم مهما فعل هذا المسلم يقول في قلبه إيمان هذا ما بدأه يقول هذا في قلبه إيمان مهما ضعلا وضعفا ورق هذا الإيمان لكنه إيمان فيه ذبالة إيمان ذبالة إيمان جذوة إيمان لعلها تتقد يوما فتشتعل فتخلقه خلقا جديدا كان يدخل عليه في وقتها قبل ثمانين تسعين مائة سنة يدخل عليه الشاب المتفرنج ويومها كانت هذه الفرنجة هجنة يهجن صاحبها بها يعني يلبس بنطالة مصيبة كانت هذه في بلاد العرب المصيبة مصيبة مصيبة تسقط بها عدالة المر ولا يزوج أيها الإخوة ولا يقدم في المحافل ويستحيل أن يؤم الناس يعتبر كالمتخنث يعني فتلبس بنطالة مصيبة كانت هذه الدماية والعباية والجلباب هذا اللباس للعرب والشروير الطويلة الضخمة هم هذا البنطال الفرنجي لم يكن معروفا العادات صعبة فإذا دخل عليه شاب بنطال ازور عنه الناس وأظهروا الاسم إزاز كيف يتجرأ هذا يعني كيف تجرأ يأتي في مجلس في منزل مولانا بدر الدين الحسني الذي تتمنى الصلاطين أن تجالسه سلطان عبد الحميد يبعث له سفينة ذكرت لكم هذا مرات كثيرة أعرف أعيده سفينة في اللذقية يتمنى عليه أن يأتي لزيارته يرفض أن يذهب إلى السلطان ويقول يا با مش مأذون ما في إذن يا با مش مأذون ولا يذهب السلطان يتمنى أن يجلس إليه قدس الله سربا نعم شفاعته لا ترد في أي وضوع فيه قتل فقط كلمة منه ينتهي كل شيء لما جعل الله لهم العظم والحشم والمحبة المتناهية في قلوب الخلق فاسقهم وصالحهم عجوبة لا إله إلا الله من كان الله معه فمن عليه من كان الله معه ومن كان الله له فيحتاج من لا يحتاجه أحدا وربما احتاجه كل أحد إلا من استغنى بالله المهم يا إخواني يقول أحدهم كنت أماشيه مرة في الطريق فإذا بالرجل يأتي إليه مهرولا يصافعه ويدن على يده لكي يقبلها فلم يمكنه الشيخ وكانت هذه عادته لا يسمح لأحد أن يقبل يده وإذا كان إذا مشى يضع يديه الثنتين في عباءته في جوب عباءته حتى لا يقبل يده أحد ليس افتعالا تواضعا خلقيا حقيقيا ربانيا لا يرى نفسه فوق أي مسلم في العالم يرى كل مسلم مهما كان عاصيا خيرا عند الله منه حقا وصدقا شيء غريب وهو شيخ الأولياء وكبير العلماء الذي لم ترى الأمة فيما قيل من خمسمائة سنة مثله ولا الحافظ الصيوطي ولا الحافظ الصخاوي معجوبة لا إله إلا الله قال يا سيدي أحبك والله أحبك قال والله وأنا أحبك فلما ذهب الرجل قال قلت له يا مولانا يهودي يهودي قال ما أدرك أنه يموت يهوديا ما أدرك أنه يموت يهوديا يا بني قال له يا بني القلوب بيد الله والحي لا تؤمن عليه الفتنة نسأل الله حسن الختام هو الآن يهودي وأنت لا تدري بما يختم له كان يحب كل الناس يهوديا ونصارى وعلويين ودروزا ومسلمين وسنة وشيعة ولا يحب الكل والله جعله هداية للكل كان يأتيه كبار نصارى الشام يجلسون فيه مجلد ويقولون والله يا سيدنا إننا لنحبك فيقول لهم والله وأنا قلبي يحبكم تفضل لم يكن يفهم الولاء والبراء بطريقة الذين قادون إلى ذبح آبائنا وأمهاتنا وتفجير مساجدنا ونحن ركع سجد وذبح البراء لا لا وطبعا لم يكن لينقصه العلم لكي يفهم الفهم السليم في هذه المسائل ولا النور الرباني والعرفاني اسمعوا القصة العجب التي تلوت عليكم غير مرة وقل أن أسمعها أو أقرأها إلا وأبكي وإنها والله إلا مبكية في صباح مثل هذا الصباح مثل هذا اليوم في يوم عيد يقول لأحد نبلاء تلاميذه شيخ طوال جميل بلحية وافرة بعمامة بجبة فقئية يا فلان خذ هذه الأموال واذهب بها إلى البيت العمومي قال ماذا؟ إلى بيت الدعارة بائعات الهوى قال ماذا يا سيدنا؟ أين أذهب؟ قال إلى البيت العمومي إلى البيت العمومي؟ طبعا مصيبة يعني شيخ طويل جميل بلعب كيف أدخل إلى البيت العمومي؟ ماذا أفعل؟ ماذا يقول الناس؟ قال افعل يا بني ما أقول لك خذ هذه الأموال سرر من أموال الشيخ خاصة من أمواله الخاصة والشيخ كما الأسرة كبيرة نبيلة شريفة يعني حدر من نسل الحسن أبي محمد عليه السلام وترك له أبوه وعاش يتيما تقريبا وترك له أموالا وكان شديد التورع عن أموال الناس وحقوقهم بالمناسبة خطر لأن أذكر قصة الآن فيها فائدة كبيرة ركزوا فيها قليلا لكي تعلموا الورع لكي تعلموا جوهر التدين هذا التدين هذا التدين ليس المظاهر اشترى دارا ذات مرة لا أدري بكم عثمالية بكم ذهبية اشترى لكن بالتقصيد يدفعها نجوما وأراد مرة أن يسافر في مسألة أيها الإخوة دينية وهي زيارة رسول الله عليه السلام حجنا وعمره ويزور المدينة عبادة فاستأذن من صاحب الدين من ناحية الشرعية هي نجوم أنا أدفع له الأقصاط ليس له علي سبيل لكن الورع من موت من حياة لا ندري قال له المهم هل تأذن لي شيخ الإسلام شيخ مشاخ الأمة يستأذن من رجل عامي ما قالش هو عامي وانا هذه حقوق ما في عند الله انت عامي حتى وانت نبي الرسول قبيل وفاة عليه السلام علمنا هذا من كان له عندي حق من مال فليطالبني به الآن ومن جلدت له بطنا أو ظهرا فهذا بطني فليستخد وكشف عن بطنه فبكت الصحابة كلهم من عندي آخرهم في حتى وأنت رسول الله ما في مسامحة في فلس واحد حتى يسامحك أخوك حقوق الناس ما في لعب قل أنا شيخ أنا كبير ما في الكلام هذا الفارغ هذا يلعب بالدين هذا فاستأذن منه فقال له يا مرانا طبعا كيف لا أذن لك يا مولانا نحن نرجو الله ببركاتك قال المهم طيب يقول تلاميذه الذين رفقوه في السفرة كنا إذا نزلنا نصلي نخسر الصلاة وهو لم يصلي إماما في حياته قط بأحدنا المسلمين ولما كان يسأل لماذا يا مولانا يقول لا أرى نفسي والله أفضل من أحد حتى أصلي فيه كلكم أفضل مني أنا لا أستحق أن أكون إماما شيء أجيب وبصدق يعيش هذه الحالة الرجل بصدق ولم يغره أن الناس كلهم تقريبا يتعلمون عنده معظم مشايخ بلاد الشام جميعا هم تلاميذ تلاميذه لم يغره هذا ولم يغره أن الله أكرمه بكرمات خارقة مدهشة عجائبية لم يغره هذا يرى نفسه أقل مسلم كيف هذا من لطف الله به جنبه الله العجب والجهل جهل الغرور أو غرور الجهل أيها الإخوة فكان لا يخصر كان يهتم بالصلاة يصلي الظهر أربعا والعصر والعشاء أربعا لا يخصر فنقول له يا مولانا أليس مذهبك القصر؟ يقول بلى طب لماذا؟ أليس الأحب إلى الله أن تخصر؟ يقول بلى ولكن أنا شافعي وفي مذهب إمامي أبي عبد الله الشافعي السفر الذي تخصر فيه الصلاة سفر الطاعة لا سفر المعصية قالوا يا مولانا وأنت في معصية؟ أنت إني أليس تذهب؟ أنت في معصية؟ قال أنا مدين يا أبا أنا علي يدين لسه لم أسدد كامل ديني يا أبا فهذا سفر ليس سفر طاعة ويتم الصلاة قدس الله سره النوراني الله أكبر أرأيتم الورع الصادق؟ أرأيتم الصدق؟ أرأيتم كيف تستخدم الشريعة في تهذيب النفس وزمها وخطمها والتضييق عليها؟ ولا توظف الشريعة للتلاعب أيها الإخوة لإنجاز الأهوئية والأميال النفسانية وتغول حقوق الناس الأدبية والمعنوية والمادية هذا الدين اللهم ديننا نسأل الله أن يديننا أن يجعلنا متدينين لا نتكلم عن صلاح وعن معرفة عن ولاية وعن علم أن يجعلنا فقط متدينين لأننا لا نعرف التدين لا نعرف الدين نحن نلعب أيها الإخوة نحن نمزح نضحك نحن نهزل هذا هزل وليس بالجد نعود إلى القصة ونختم بها وكل عام وأنتم بخير قال قلت يا مولانا ماذا أفعل في البيت العمومي قال سهلا يا با تذهب هناك تطرق الباب تدخل عليهن قلت عالي البغاية يا با قال عالي البغاية وتعطيهن هذا المال تعطي كل واحدة سرة فيها نقود ذهبية أو فضية تقول لها هذا من الشيخ بدردي الحسني وهو يطلب منك أن تدعي له الله عز وجل يطلب منك الدعاء وطلب هذا بصدق ولا يعبث يطلب هذا بصدق ستسألني طبعا خاصة الذي لا علم له ولا مقدمات علمه بهذه القضايا قضايا الإخلاص والولع والعرفين والولاية قل ما هذا ما الذي يحصل ما هذا الخلق عن ماذا تتحدث أنت تهلوس هل تهجر أنت هل تهذي هذا يفعل شيخ الإسلام هنا ماذا يقول المهم لكم بالحكاية وبالفعل ذهب هذا الشيخ الفقيه المعمم العالم طرق الباب تضحكنا ماذا شيخ خير شيخ يوم عيد يعني ما تطلب حاجة قال يا أخواتي هذه سرر من مال لكننا لنا نحن قال نعم من من قال من الشيخ بدر الدين فصرقنا من الشيخ بدر الدين حسني من سيدنا الكل يحترق البغايا والفساق وقطاع الطرق الكل حتى المستعمل الفرنسي كان يحسب له ألف حساب إبراهيم باشا الجلاد الجزار لا يرد له شفاعة شفاعة مرة عنده في واحد نصراني وقيل يهودي هرب من الجيش أخذ ليعدم شفاعة فيه قال الشيخ الحسن يشفا فيه عفونا عنه وعن كل المحكومين بالإعدام فذهب في معية هذا جود النصراني ربما إي مئات أو عشرات كانوا محكومين بالإعدام مزجونين في القلعة ليعدموا قال الشيخ يشفا كلهم عفونا عنهم شوف البركة واجعلني مباركا اللهم اجعلنا مباركين اللهم اجعلنا رحمة ولا تجعلنا عذابة واجعلنا محبة ولا تجعلنا بغضاء واجعلنا وحدة ولا تجعلنا فرقة واجعلنا جمعا ولا تجعلنا شتاتا واجعلنا واحدا ولا تجعلنا طرائق قددا الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد اللهم فردنا واجعلنا من هؤلاء الأفراد وهذا جعلني مباركاً انظر نفسك انظر نفسك انظر نفسك بين أهلك بين أسرتك بين عائلتك بين جيرانك بين أصدقائك بين جماعة مزدك بين وطنك بين أهل وطنك بين أهل أمتك هل أنت رحمة أم عذاب؟ هل أنت جمع أم تفريق؟ هل أنت محبة أم شنآن بغضاء؟ انظر نفسك وستعرف منزلتك الآن وليس غداً يوم القيامة عند الله تعالى اجريك خذها مني وحاججني بها عند الله يوم القيامة أقبل هذا أقبل هذا التحدي أغامر بنفسي عند الله جعلني مباركاً أينما كنت ان من عباد الله أيها الإخوة من هو كالغيث أينما وقع نفع ومنهم من هو كالنار أينما حل حل الدمار يحرق يدمر طلاق مشاكل تفريق إغار تحريض نار نعوذ بالله من جهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والعنس لها أهلها قال أمه فأمه هاوية شو تعبيرها فكرت فيه ليش أمه هاوية هذا ابنها قال أهلاً بابني كنت ناراً مثلي أينما حلت أحرقت ودمرت تعالى هنا أدمرك إلى أبد العبدين عليك اللعنات أمه مثلها نار نار تجلس معه وتكون مرتاحاً في مجلس ذكر كذا يأتي ينبز فلاناً يغمز فلاناً ثم يطرق طريقاً لكي يوصل عليك الرسالة أن فلاناً قد نال منك أطعنا في عرضك فتشتعل النار في صدرك نار نار وأشعل ناراً ثم يذهب ويأتي إلى الآخر وهكذا فإذا أخيمت الصلاة كان في الصف الأول وربما تباكى وربما تمايد وتمايل تبا لك يا منافق أنت خاسر ونحن في مقام تنديم لعلك تندم نحن في مقام تنديم لعلك تندم وفي محل تتويب لعلك تأوب وتتوب اللهم توب علينا يا تواب يا رحيم فصحقنا من مولانا الشيخ مزل الدين نزلت دموعهن قال وهو يطلب من كنا أيها النسوة أن تدعينا الله له نحن أغربنا في البكاء أغرقنا في البكاء وتبنى من عند آخرهن في ساعة واحدة هذه قصة ملهاش 90 سنة ليست أكاذيب قصة حقيقية كل واحدة دخلت أخذت بقجتها لبست توبها تبرقعت ومعها السرة لم تعود إلى المكان وأصبحن عفائف يقول الراوي بشيء هذه القصة كلهن أصبحن عفائف صينات إيش البركة يا مولانا بدل الدين هذه قدس الله وسر إيش البركة هذه بسر ماذا كان يصرخ في الناس كما نفعل إباد الله نعنط الله عليكم أبداً 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 كان محبة تمشي على الأرض غمامة سلام أيهاكم أقسم بالله غمامة نور وسلام تسعى بين الناس هكذا كان الشيخ بدل الدين حياته كلها حياته كلها لم أكمل لكم إذا دخل عنده شاب بالبنطال تزور عنه الناس واحتقروه واش مأزوا منه فإذا دخل وقت الصلاة يقول يا أمنا الشاب الصالح فلان الناس مش معقول أبو بنطلون أبو بنطلون فربما أعطوه طاقية على رأسه فطبعاً يدخل في بعض البعض الشاب مسكين لعله حتى لا يحسن تلاوة قصار السور وكان هذا قليلاً معظم الناس كانوا يعرفون أحسن الآن على فكرة الآن تجد شباب مثقفين وفي الجامعة ويعرف ألماني وإنجليز وكذا ويعرف الشيط له سور من جزء عمى للأسف الشديد الدين في تراجع ومع ذلك مهتم جداً جداً بالدين ويصب كبار علماء والعمى والمذهب وكذا ماسك الدين هو كله يعني ما شاء الله عليه ولا يتلو كتاب الله على وجهه على كلها يقول يا أمنا الشاب والصالح فلان ويتقدم الشاب يقول عدمًا حضر سبحان الله فقط هي هذه الفعلة بعد ذلك ينقلب هذا الشاب تماماً وفي الأغلب يصبح من علماء الشريعة يلزم مجلس مولانا بدر الدين يتلقى العلم سنة فسنة 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 بعد بضع سنين يتخرج شيخاً مهيباً وعالماً جليلاً بركات سيدنا أيه بدر الدين الحسني